مروان محسن لاعب فيوتشر وإصابة كبيرة هيغيب عن الملاعب ست شهور إصابة الحقيقة كانت صعبة يعني كلنا شفنا الفيديو مبارح نشوف كده معنا على الشاشة لقطة إصابة مروان محسن وإحنا بنشوف اللقطة معنا البروفيسير دكتور العالمي دكتور أشرف محرم الدكتور اللي عمل العملية للمروان دكتور أشرف مساء الخير مساء النور كانت خير أخبار حضرك إيه؟ كله بخير الحمد لله بتشرف بوجود حضرك دايماً ونتشرف دايماً إن عندنا واحد زيك في مصر ربنا أحفظك كبير تشرف لينا وربنا أقدرنا ويجعلنا في خدمة المياس دايما يا رب أسألك على مروان والأول مبروك على انتخابات نادي السيد ومبروك على فوزك بمركز النائب ربنا خليك فاعدك وربنا أقدرنا يكون عند حصن صن الجمالة ومال نادي السيد إن شاء الله يا رب طمين على مروان مروان شاب جميل ونفسياً متماسك وعنده إصابة جمدة في الكاحل بتاعه عنده كسر في الشاذية أكتر من حدة وعنده قطع في الرباط الداخلي للكاحل عملنا له عملية ركبنا شريحة ومصامير كسر كان كبير فكبله حوالي 12 مشمار وشريحة كبيرة وصلحنا الرباط الداخلي والحمد لله الكسر يحلو جداً جداً وركبنا له أحسن وحدس حاجة فعندنا أمل كبير في عرضته في الملاعب إن شاء الله يعني التقليدي من 4-6 شهور بس بروح المعنوية العالية والتزامة بالتمرينات الولاد حتقي تمنات علاجية إن شاء الله من الأسبوع الجاية على طول عندنا أمل قبل كده كمان إن شاء الله نشوفه في الملاعب هل دي من الإصابات الصعبة في الرجوع دكتور؟ يعني زي أكيلس مثلاً؟ آه طبعاً هي من الإصابات الصعبة في الرجوع ويعني مثلاً كابتن ديجو رباديو الصحة كان بطل في كسر زي ده من 20 سنة في كسر نص الكسر ده ولرب وحد فلكن الحمد لله بالتقنيات الحديثة إن شاء الله يقدر يزيج على الملاعب قريب بإذن الله هل يا دكتور اتكلمت معه نفسي عن الحالة النفسية ليه؟ يعني أنا عارف إن هو الولد حقيقي مؤمن جداً وشخصية جمدة بس يعني حظه عيني وحش أنا أول مرة أحتكي بيه عن طرب الرجل الرجل مسترم جداً ونفسيته متمسكة واخد الموضوع بروح معنوية عالية وده اللي مشجعني إن هو إن شاء الله عودته الملاعب تبقى أقرب من المتوقع سبحان الله يعني الإصابات أنا شايف الإصابة قدامي يعني بساحات الإصابة ما تبقى شجمدة ولكن نزلة اللاعب نفسها هي اللي بتبقى مؤلمة يعني هو الحقيقة نزل على رجله نزلة صعبة أول السنة اللقطة قدامي وحرك بتتكلم لا الكاثر بصراحة كان كاثر صعب جداً يعني الحمد لله الواحد خبرته كبيرة في الإصابات دي لكن من أصعب الكسور ما في شك يعني بشكرك يا دكتور ودائماً الحقيقة في الحالات الصعبة كده بنستعين بحضرتك وما بنقلقش يعني وما بنبعدش حد بره عندنا أشرف محرم هنا فشيء الحقيقة بقت فخر كبير جداً لنا طب أنا خليك يا فنسيف ويقدرنا يا فندم على خدمة الناس أنا كده كده ما بشوف اسم حضرك في العملية بطم إن الرجل إن شاء الله بإذن الله راجع للملاعب إن شاء الله بإذن الله بشكرك يا فندم بشكرك شكراً جزيلاً دكتور أشرف محرم واحد من الكبار الحقيقة في هذا المجال وألف سلامة لمروان